راح لتركيا لكن عابت انت في التركيا كابتا بريم قبل كده وجزئية اللعب هناك ليه خصائص خاصة مختلفة عن الدولات الاخرى كل دوري ليه خصائص مختلفة في 3 دورة انجليزية العابت في الدوري البلجيكي صح بس العبت يعني عندك خبرات في كل الدولات اللي ممكن بنقول عليها لكن مصطفى محمد وجوده في نادي كبير زي جالت اسراهيم نجاحه ونسبة نجاحه في هذا النادي بس خلينا نتكلم ان موضوع مصطفى محمد خد دقة في الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا وكانت الامور خلاص كانت بينا واضحة تقريبا من اكتر من 6 شهر انه خلاص يعني حاطت هدف لينه وعايز يطلع فكانت خلاص الامور يمكن انا عارف ان بعض جامير الزمالك زعلوا منه نتيجة الموقف لانه خلاص هو حابب انه يجرب تجربة سواء في تركيا سواء في فرنسا ايا كان هو خلاص كان حاطت الهدف بتاعه انه هو يطلع ودي حق مشروع ليه على فكرة بس كان ممكن الامور بس حصل بعض الخلافات في التفاوض وده شيء وارد اما هو من اللعبة من اللعبة كويسة جدا وانا واحد من الناس كنت متنبأ له انه هو هيجيولو حقا كويسة واعتقد ان برضو جالت السرام من فرق الكبيرة جدا ومن الاندال كبيرة وليها شعبية كبيرة جدا هناك هو في نارباكشا وبعدين بشكتاش هو الثالث يعني اتبار تقريبا في نارباكشا هو الصحب الشعبية الاكبر بعد كده جالت السرام بحقا كده في نارباكشا اه سوري بشكتاش كان احمد حسن كان بالعفية فهم الاندال كبيرة طبعا وليه متابعة جدا واعتقد ان فيه فترات نشارك كان فيه نبغ كتير لعبه في النادي داه اه فيه اسماء كبيرة جدا فتقريبا دروغبة اعتقد سعر؟ لا يعرفش مزيد بس انا فاكر دينالسون تعريبا اه فيه اسماء يعني فيه اسماء انضمت دروغبة لعب في جالت السرامي نخد بالك لان كنت واحد من الناس اللي انا و هاجي فاكر هاجي بتاع رومانيا اه طبعا وفي اسماء تانية مش عايز انسى واسماء كتير كان في حد تقريبا من ارسنال برضو كان انضم برضو وفي فالكاو دلوقتي اهو يعني بس اه هم هم بتفعل فلوس كويس فاكر انت طبع ايه تخدت فلوس كويس انت هناك اه لا تركيا خد بالك من الكنحية مادية لا ناحية عالية جدا وسيك من كده هو اهم حاجة خد بالك انت عن طريق جلت السرائي ممكن يروح دور اقوى يعني مثلا سي مثلا كان جايله فرنسا ممكن يجيله عن طريق جلت السرائي يجيله دور انجليزي انه انه خد بالك هم من الاندية اللي بتسوق كويس او طب وده خلاني بس وانا بفكر سري تمسك سانت تيان بمصطفى محمد انه هم شايفين فيه حاجة انه هم هيعرفوا يجيبوا منه فلوس اكتر 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 جلت السرائي برضو خلي بالك هم برضو بيشتغلوا بيزنس بس معظم دولات كل الاندية اللي وجود مصطفى محمد على سبيل اعارة ونيت بيع ده برضو هدف لي بس انا بطاقع ان مصطفى محمد لو ركز مع جلت السرائي ممكن في خلال فترة ممكن يبناء لليه في الدور الانجليزي زي عندك تريزي جي كان في القاسم باشا تقريبا كان في القاسم باشا وتسوق كويس بقى في الدور الانجليزي يقدر انهم عن طريق جلت السرائي يقدر انهم طب انت مقتنع يا كابتل ابراهيم بفكرة ان في لعيبة لها خصائص مختلق يعني معينة تنجح في دور ده او تنجح في الدور التوركي ما تنجحش في الدور الانجليزي وتنجح في الدور الانجليزي مصطفى محمد يقدر ينجح فيها يقدر ينجح فيها لانهم اخد بالك بيعتمدوا على الكوب بيعتمدوا على الكرة تطورت عنده بشكل كبير جدا وخصوصا كبير انهم بيحبوا يختاروا الاكسام المميزة فهم مصطفى محمد عنده النوعية دي يقدر يتعاون معا يعني يقدر يتعامل في يقدر بشكل كويس جدا في الدور التوركي سدان يخد بالك هو لو ركز هيقدر ممكن يقدر يروح الدور الانجليزي او الدور الاسباني انا شايف مصطفى انه في الحتة دي يعني تركيا ممكن تكون خطوة لي في الدور الانجليزي او في اسباني مصطفى محمد كان ممكن في الوقت اللغة بتاع فرنسا ده اعتقد انه هو ما كان شيء يقدر يتاقلم بسهولة عشان اللغة اخد بالك برضو اللغة موضوع انا تركيا بركيا لا بس بس اقولك تركيا ممكن يقدر يتعامل بالانجليز ممكن يقدر يتعلم التركي انا واحد من الناس حفظت مثلا متحوالي كم كلمة كده كنت بتعامل بيها مع شوية انجليش كده فكانت الامور كانت افضل شوية بطير انت براين برغو احب عليك احب عليك ففرنسا الامور صعبة شوية فهو يقدر انه لو ركز بتمنونه التوفيق وهو من اللعبة الكويسة جدا واكتهد واعتقد انه هو عنده فرصة انه يقدر يعمل تجربة كويسة يعني الاسبوع اللي جاء